مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم السلام عليكم ورحمة الله ضاقت بي الحياة في يوم من أيام حياتي في أول نشأتي وشعرت كما يشعر كل ناشئ بأنه لا أحد يفهمني لا أحد يستطيع التعامل معي بأني وحيدة في هذه الدنيا بأن أفكاري غريبة لا أستطيع أن أشارك بها أي أحد فلم أجد أمامي إلا دفتر مذكراتي فأمسكته وكتبت به هذه المشاعر كتبت أنه أنا متضايقة جدا لا أجد مكانا أذهب إليه لا أجد أحد أكلمه أين أذهب ماذا أفعل هل أفكر بالانتحار كما يفكر الفتية في مثل هذه الظروف فكتبت أشياء كثيرة مثل هذه كانت خالتي تطلع أحيانا على دفتري فتصلح لي بعد بعض الأشياء أو تناقشني فيها فلما أمسكت خالتي هذا الدفتر وقرأت فيه هذه الكلمات فكتبت لي جملة واحدة كتبت لي لماذا لا تسافرين إلى واحد الإيمان هناك سوف تجدين مخرجا لأحزانك كل هذه الجملة أثرت فيني كثيرا تأثيرا كبيرا جدا وفكرت أنه فعلا لماذا لا أتصرف كما نصحتني فبدأت ألجأ هيك إلى الله وأفكر بمناحي أخرى وأفكر بالنواحي الإيجابية فتغيرت حياتي لماذا أسرد عليكم هذه القصة؟ لأنه جاءتني إلى بريد البرنامج أو إلى صفحتي أنا الشخصية رسالة غريبة الرسالة ليس فيها سؤال الرسالة ليس فيها اعتراض على أي حلقة ليس فيها أي نقاش لكنها رسالة من سجين الرسالة كانت تتحدث عن مشاعره لما كان موجودا في السجن الرسالة كانت تتحدث عن آثار الناحية الإيمانية على الإنسان هلأ ما هو أبشع مكان على الكرة الأرضية؟ أنا برأي أبشع مكان هو السجن خاصة السجون السياسية السجون السياسية ليست فقط مجرد سجن السجن بحد ذاته أنه الإنسان يشعر بأنه ممنوع يطلع ممنوع يكلم أي أحد هاي بحد ذاته بالنسبة له قاتلة يعني مرة روى جدي أنه ذهب إلى حديقة هو والعائلة فقال بعد ما دخلوا إلى الحديقة فقال أنه صارت مشكلة فمضطرين يقفلوا الأبواب كلها ويمنعون الناس من الخروج لمدة ساعتين فقال أنه يقسم بالله أنه ضاق صدره وشعر بالضيق وصار بس بده يخرج مع أنه هو كان ناوي أنه يقضي النهار كله بهذه الحديقة وهي حديقة جميلة في سوريا وفيها أنهار بس مجرد شعوره أنه أصبح في حبس صارت بالنسبة له الحديقة سجن وماعد بده يها كلها نهائيا فشوفوا شعور الإنسان كيف يؤثر عليه أينما كان فالسجن بحد ذاته شعور سيء طب لما يكون السجن فوقه مع تعزيب ومع ضرب ومع قلة أكل ومع ظروف سيئة على الآخر كيف سيكون وضع السجن؟ لكن هذا الشخص كتب رسالته يقول فيها أنه كم ساعده الإيمان في الشعور بالطمؤنينة وتجاوز المحنة التي كان بها هلأ يمكن بعض الناس يقولوا لي أنه بس السجن هلأ مو متل هديك في الثورة السورية شو كنا نسمع أنه كل يوم عم يقتل أربعين بعدين صاروا مية بعدين صار طب كيف أنه كان كل يوم تكون الأرقام متساوية تاري كل شيء مدروس حتى طريقة القتل حتى التعذيب بالسجون أنه حتى هدول المجرمين بيخافوا شوي من حقوق الإنسان أو بيخافوا شوي من الدول أو يمكن هنن يعني عندهم تصور معين ما بعرف فبيحددوا حتى بالسجن للضباط نسبة تلف معينة يعني أنه معلش تروح عين تروح رجل بنسبة كذا معلش يموت تحت التعذيب مثلا نسبة واحد من ألف أو اثنين أو هاي كل فترة بتتغير فيمكن هلأ بس تغيرت النسبة لكن نفس التعذيب ونفس كل شيء كان موجود معهك هو خرج بإيمانيات كبيرة فمعلش خلينا نمشي مع رسالته لأنه أنا رسالته أثرت فيني يعني مو من باب المشاعر بقدر من باب التوجيهات واليعني الإيجابيات على من يعاني في هذه الثورة يقول في بداية الرسالة أنه الإيمان له أثر كبير جدا على الإنسان وأنه هو إيمانه بالقضاء والقدر اللي جعله يتصبر على هذا المصير الذي ذهب إليه يقول أنه ما كان له علاقة مع أي جيها لكن الظروف وضعته في مكان كان في مجموعة من الاعتقالات كان موجود فأخذوه معهم إلى المعتقل لما ذهب فوجئ بأشياء كثيرة كان ظنن أنه مجرد تحقيق حلاءه أنه بريء فيخرجوا من السجن لكن لم يقتنعوا ببراءته فعانى مع الذين عانوا في هذا السجن فيقول أنه استسلم فورا وقال أنه القضاء والقدر يلحق الإنسان ممكن كان يتعرض لأي شيء إذا ما كان وضع بالسجن ولو ما الله سبحانه وتعالى كان كاتب عليه هذا المصير كان مستحيل أنه يقدروا يمسكوا أو يحطوا بالسجن ويتعرض لما تعرض له كان دائما يتذكر الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير كان يتذكر دائما الحديث اللي قال له أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وخاصة قبله شو قال له لو اجتمعت الأمة يعني هاي عطى الحديث قوة أكتر عطى الإنسان مشاعر إيمانية أكتر أنه ما أصابك سيصيبك مهما فعلت وأين ذهبت فكل هذا قال أعطاه الطمأنينة فرضي بمصيره وبدأ ينظر إلى الإيجابيات فأنا سألته يعني باستغراب أنا على فكرة تواصلت معه بعد ذلك فسألته باستغراب يعني أنه أنت متأكد أنه صرت تشوف إيجابيات قال طبعا قال لي الإيجابيات كانت كثيرة قال لي أنا طلعت من السجن بحفظ القرآن قال لي أنا طلعت من السجن أني أنا ما كنت أعرف ولا شيء عن الإخوان ما كنت أعرف أشياء كثيرة بالدين لما أعدت معهم سمعت وعرفت وتسقفت قال لي بعدين هل تظنين أنه أنا بس أخدت العلم الديني لا نحن بالسجن كنا نتبادل العلوم الأخرى المتنوعة فأنا خرجت بحصيلة كبيرة فهذه الإيجابيات التي حصل عليها الإيمان العميق وحفظ القرآن وثقافة عامة متنوعة بدأ هذا الشاب يقنعني بوجهة نظره فقال ألا تلاحظين كثرة الزلازل في هذا الزمان فقال أنه ممكن أنا كنت أني أتعرض لزلزال قال ألا تلاحظين كثرة حوادث السيارات كان ممكن أتعرض لحادث سيارة فقال أنه بدأ ينظر إلى الأمور بهذه الطريقة فاستراح واطمئن قال لي أيضا شيئا عجيبا قال أنه في بداية الاعتقال وخاصة أثناء التحقيق كان التعذيب شديد جدا وفضيع جدا كان الضرب ما يتوقف كان هناك بقى فنون سمعنا عنها نعلمها عن الكهرباء وأشياء كثيرة فقال أنه لما كان التعذيب شديد على الشباب كان في عندهم إيمانيات مرتفعة جدا وكانت روحهم المعنوية مرتفعة جدا وكان في عندهم كثير رضا واستسلام وقرب من الله وهيك اقتراب من بعضهم البعض وهيك نوع من الحنين نوع من الإيو يعني أشياء كثير هيك روحانية جميلة جميلة جدا قال أنه العجيب لما قل التعذيب بعد ما اطمأن النظام أنه رجع مرتين يسيطر على البلد وأمسك كل الناس اللي اشتبه فيهم وطهرها ورجع استبد بها فخف التعذيب عنهم وأصبحوا بقى في مهاجع عادية يقومون بحياة يومية طبيعية سوى أنه هن الموجودين بالسجن وأنه كل فترة بيتعرضوا بقى لأشكال أخرى من أشكال التعذيب الخفيفة لكن التي لا تقارن بأيام التحقيق فقال أنه وقتها بدأ يظهر بينهم منافقين ومشكلجية وصارت تصير بقى خلافات وبدأت تطلع على المطامع طمع جشع أشياء أخرى كانت غير موجودة من قبل فصاروا بقى يحتاجوا أنه يعملوا شي بقى مثل هيك بالمكان الموجودين فيه قال كان مهجع كبير جدا فيه 200 شخص نحن قرأنا كمان هذا بالقصص لما الإنسان يسمعوا من شخص يعرفه هيك يسمعوا حيا على الهواء ومن رجل موثوق يكون وقعوا على النفس يعني غير يشعر أكثر بالمصداقية فقال أنه كان المهجع كبير فيه حوالي 200 شخص كان إلا ما تصير بقى بينهم مشاكل بعد ما هدأوا ما عد فيه فصار محتاجين لشخص كبير يكون هو رئيس هذا المهجع فصار فيه عندهم دولة داخل هذا السجن كانوا تسع مهاجع وتجاورة لكن يبدو أنه كانت نوعا ما معزولة عن بعضها البعض فأهل كل مكان صاروا إلهم جماعة إلهم إمام فأنا استغربت قلت له يعني كنتوا تصلوا بالسجن ما كان في عندكم مشكلة فقال أنه ما كانوا الضباط يقدروا يراقبوهم كل الوقت فكانوا أحيانا يجهروا بالصلاة ويوقفوا كلهم الميتين مع بعض في جماعة واحدة ما في عندهم أي مشكلة بعض المرات قال كانت تزداد الحراسة لما يبدو تصير آل خارج السجن آل صاروا هنين بقى يعرفوا شو عم يصير خارج السجن من الأشياء اللي عم يتعرضوا لداخل السجن فلما يلاقوا آل تضييق زيادة بالحراسة بالضباط بفوتوا بفتشوا مرات عندهم فبيعرفوا أنه صار شي برة حادثة أو شغلة دولة استشبهت أنه ممكن تشكل خطر عليها فكان يزيد الضغط عليهم فقال لي عملنا وقت نظرية سميناها نظرية السقوب شو هي نظرية السقوب؟ أنه كان قال بتدمر لما أعدموا هاي المجموعة اللي قتلوهن معا فقال فاتت الرصاصات بأبواب السجن فاخترقتها فقال هاي صار السقوب يستفيدوا منها لحتى يرائبوا شو عم يصير خارج المهاجع فكانوا ينظروا من هاي السقوب ليشوفوا هدول الجنود ام تقربوا ام تبعدوا فكان عندهم هنين كمان جواسيس يتجسسوا على الأمن وتجسسوا عن النظام فبيحطوا واحد يرائب الفتحة اللي بالسقف وتاني يرائب الباب تبع السجن وتالتي يرائب محل غيره فبهالحالة قال بيصلوا ثلاث جماعات كل ستين سبعين مع بعض وما كان يكون بعيد عن أعين هؤلاء المراقبين لحتى ما يردوا يتعرضوا لتعزيب بسبب أنه واقفين عما يصلوا لكن معدى ذلك قال كان ما في مشكلة الحمام موجود عندهم داخل المهجع إذا احتاجوا لأي مواد ضرورية مثل الصابون مثلا مثل المعجون قال كان كله متوفر لكن بيشتروا هاي الأشياء بأموالهم أنا كنت أظن أنه الأموال تسرق قال لا تاري تدخل يدخل بعض ألهم إلى السجن حتى لما خرجوا أخذوا بعض الأمانات كانت كمان موجودة ما أخذت كمان هذا أنا أمر استغربت منه كانت قال حياتهم بقى داخل المهجع مثل المساجد محلات علمية حلقات كل واحد عنده علم يعطي للآخرين لو كان نظرية مثلا النسبية لو كان موضوع بالرياضيات لو كان ألفية ابن مالك تناقلوها وحفظوها قال إنه فات عندهم على السجن ناس ما ألهم بكل هالأشياء حتى في منهم كان واحد مسيحي بالأول صار فيه مشاكل لكن بعدين تقربوا منه فشوفوا كيف بقيت حالتهم الإيمانية عالية أنا هذا ما يهمني من كل الموضوع كل هالضغوط هاي وهن ماشي حالهم هن معنوياتهم مرتفعة كان الأخبار يعرفوها قال لما يجيهم نزيل جديد يحكي لهم شو اللي عم بيصير برا فيرجعوا مرة تانية يتفائل وبدالما أنه يتشائموا لما يسمعوا شو عم يصير الأخبار برا يتتحسن أوضاعهم فدائما كانوا في حالة إيمانية جيدة اللي إيمانياتهم جيدة بقيت ينقلوها للآخرين كمان قال تحدث أيضا عن الطعام أنه كان الطعام متوفر طول الوقت بس شوفوا كيف بقى هو وصف السجن هي أعجبتني منه أنه قال لي السجن مثل الدنيا قال لي أنه أنت تظنين أن الدنيا برا ما لسجن كبير قال لي سوريا نفسه سجن والعالم الخالجي سجن كبير من أد ما فيه قيود على الإنسان ومن أد ما فيه أشياء مزعجة فقال أنه خلاص أنا رضيت بنصيبي قلت الله سبحانه وتعالى بدان ما يحطني بهذا السجن الكبير حطني بهذا السجن الصغير فصحيح أنا بين أربع حيطان لكن بالمقابل في أشياء يمكن لو كنت خارج هذا السجن قد لا تؤمن لي لكن هي الآن موجودة وأنا أنعم على الأقل بإني مطمئن لوجودها بكفي الصحبة الطيبة اللي كانت موجودة حوله لأنه كانوا كلهم شباب جيدين وصحيح لنا أنه في بينهم منافقين لكن كان مثل الدولة الكبيرة كان عددهم قليل ولما يكونوا الخيرين أكتر كانوا يقدروا يسيطروا على هدول القلائل فقال أنه هو بقى قرر أنه يعيش حياته وصف لي وصف قال لي لو الإنسان فقد إيده أو فقد رجله ما بعدين بيتأقلم مع هذا الشيء وبيعيش حياة طبيعية قال نحن هيك أصبحنا طب ما كنتوا مرات تشعروا مثلا بالجوع بالعطش قال لا أبدا صار بالنسبة إلون كل هذا واقع فشوفوا كيف عقل الإنسان كمان قدرته على التكيو فهذا كله أنا أقوله من أجل الموجودين بقى داخل السجن السوري يعني لو في معاناة شوفوا كيف الإيمان القوي يفعل بالإنسان أكيد السجن أفضع شيء أكيد بقى السجن السوري أفضع شيء أكيد الدول العربية وقت عم يطلع على الإنسان فبيضل من سجن إلى سجن فكل واحد يرضى بالشيء اللي الله اختر له لأنه أكيد هذا أحسن شيء إلو الله بيعرف كل قدرات كل إنسان كمان من الأشياء اللي قاله أنه كان التعذيب يتغير من فترة إلى أخرى هلأ أيام التحقيق الأولى كان التعذيب الجسمي فضيع جدا جدا بعدها لما صاروا بالمهاجع قال صار ينوعوا عليهم فمرات يكون التعذيب قال بالأكل بالأيام العادية بيجيبون لهم ثلاث وجبات قال لا بأس بها وجبات مشبعة فيها بيض فيها زيتون فيها جبنة الغداء ممكن يكون رز يكون معه مثلا فاصولية أشياء يعني كان الطعام بالنسبة لهم جيد وفيه كمان عشاء العشاء قال أكثر الأيام يكون شوربة قال لما يخففوا عنهم التعذيب الجسدي يحرموه للأكل يعني مثل الدنيا الإنسان مرة بيكون عنده ضيق بالرزق مرة واحد ما بيكون عنده أولاد أو مثلا بيكون بده الصبياني بيجي بنات مرات تالتة بيصير عنده مرض جسمي وبيتعب قال نفس الشي كانوا موجودين بالسجن مرة بيكون قلة طعام مرة بيكون زيادة تعذيب مرة بيكون كذا فكانوا كل فترة وفترة يتغير عليهم الوضع لحتى يظلوا حاسين إنه كأنهم عايشين في الدنيا الكبيرة فكل فترة بيكون في عندهم مشكلة مختلفة عن الأخرى فهي هاي الأشياء التي قال إنه كمان ما في عندهم أخبار ما في راديو يقولنا كانوا ليجوا من بره يعوضوهن يقلولون عن الأشياء فالمهم النتيجة اللي خرج منها إنه السجن مثل ومثل أي محل تاني فيه سلبيات وفيه إيجابيات فهي بقى الرسالة اللي أنا حبت وصلها من رسالته إلى الناس اللي بره كيف قدر يتغلب على كل الأشياء اللي موجودة عنده بالإيمان فالإيمان هو أهم شيء للإنسان وشو الإيمان نحن هلأ بدنا من الإيمان فقط الإيمان بالقضاء والقدر يعني كل واحد لازم يعرف أينما ذهب القضاء اللي مكتوب عليه حيلحقه حتى الإنسان اللي ما له مسلم بما أنه نحن نخاطب كل الشعب السوري أو اللي إيمانه مو كتير قوي أكيد بيشعر بالآخر أنه هو مسير بأشياء ما عنده الحرية الكاملة اللي يتصرف على ذوقه فلازم يعرف أنه هذا قدره ولا ما فرر منه فلازم يرضى فيه ويحاول ياخد الإيجابيات ويلتفى عليها مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم هلأ يمكن رسالته ما فيها شي جديد وأشياء كلها تكررت لكن ياريت ياريت ناخد هالعبر والعظات الموجودة بالرسالة لكن أكتر شيء أنا أثر فيني وأخذ عندي أبعاد لما قال بآخر الرسالة أنه ليش يا ناس يا سوريين أنه كل واحد فيكن ما بيقدر غير لحتى هو يوقع بالمحنة قال لما نحنا بتمانينات مسكنا وأعدنا بالسجن وتعرضنا لكل هذا التعذيب واحد فينا أعد 12 سنة واحد أعد 15 واحد أعد 20 وعفكرة هيها مو مجرد أرقام هاي أرقام لناس أنا بعرفون وقريبين مني كتير سواء من جيران أو من أقرباء فلانه ليش وقتها ما كنتوا عم تفكروا فينا كيف وقتها تركتونا أنه هلأ لسه بتصرخوا يا عرب وتصرخوا يا مسلمين وتصرخوا طب ليش وقتها كان لسه النظام أضعف من هلأ يمكن كان في فرصة أكتر أنه يمشي الحال كان ما ثبت أقدامه كان لسه ما فات على الجيش كان لسه ما أخذ المرافق كله والشرطة والمؤسسات وصارت بسيطرة على كل شي ليش تركتونا كل هالأيام ليش ما دافعتوا عنها فهلأ جايين تجوا تقولوا يلا والعالم والناس فالحقيقة هاي الكلمات أنا أكتر شي أثرت فيني فياريت أنه هلأ ندارك هذا الوضع بيظلها على فكرة كل زمن عم يجي زمن أسوأ منه ما في زمن عم يكون أنه بالعكس عم يتحسن فيه الوضع بهذا القرن اللي نحن فيه بآخر الزمن فياريت نسمع كلامه ونلحق حالنا لأنه إذا هالثورة وقفت حنضطر نعود أربعين سنة بيزول أكتر ووضع أكتر لبعما يرد مرة تانية يتحسن الوضع ونرد نطلع من المحنة اللي نحن فيه كمان من المؤلم أنه هو هلأ هو وأمثاله أول ما صارت الثورة طلعوا من سوريا وقعدوا ببلاد بعيدة وصاروا يقولوا نحن خلص قدمنا اللي علينا الآن نحن ما عد نقدر نقدم شي نحن من زمان عطينا هلأ ما عد فينا نعطي طب هدو الموحرام يعني هاي الخبرات العظيمة وهي التجارب اللي مرأوا فيها ما كان ممكن هلأ نقدر نستفيد منها فهن للساعتهم ضد النظام بعد الشي اللي شافوا وهلأ عم يحاولوا أنه يساهموا مو يساهموا يتابعوا أخبار الثورة لكن ما عد بدون يساهموا بأي شي فأنا بضل بقول لهم لهدول اللي بعرفهم أنه الله يرضى عليكم لازم أنتوا عندكم خبرات أنتوا عندكم تجارب ياريت تقدروا تساعدوا بأي شي لكن بيقولوا لأ نحن بس منراقب نحن منسمع نحن بس منقلكم أنه كل شي عم تسمعوا هلأ صار مثلوا من قبل لكن اعزرونا وسامحونا فكمان هيك نحن اخسرنا ناس فلازم هلأ يعني نحاول نعمل أي شي إيجابي لازم نتوحد لسه بيعبوا علينا عدم التوحد والله معهم حق يعني أنا قرأت قبل أيام هيك نكتي واحد يعني كاتبع سبيل التهكم أنه قال إجوا وسألوا الفلسطينيين أنه مين اللي قائم هلأ على الجهاد أو على الدفاع عن أرض فلسطين وعن غزة قالوا لهم حماس إجوا قطل عند السوريين قالوا لهم مين اللي قائم على الجهاد وقالوا لا إذا هيك بدك تجيب كاسة شاي وفنجان قهوة وتحط العشلة حتى أبدأ أحكي إليك أحرار الشام وجبهة النصرة وقعد عدلك 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 من هون لآخر السهرة لحتى خلص لك ياهم كلهم والله للأسف هذا الكلام صحيح يعني على الأقل بس نتوحد يعني بوجه عدونا على الأقل إنه هالكتائب طيب إذا ما بدأت تتوحد بس ما تعمل أشياء خطط ضد بعضها أو أشياء هيك متنافرة هالناس يلي عم يطلعوا يهاجروا يحاولوا بالمناطق اللي قعدوا فيها يعملوا شوية تيك اتفاقات مع بعضون هالعائلات اللي عم تططر تقعد مع بيت واحد ببيت واحد وهي كلها بتقرب بعضها وأوضاعها يعني هاد أخو هادو هداك ابن عام هداك إنه هيك قليل بس منها التوافق قليل منها التآذر هيك نقوي إيماننا شوي يضل عنا ثقة إنه بالأخير نقدر نعمل شي نقدم أشياء إيجابية على الأقل تكون روح معنوية مرتفعة يعني مو كلما حدا إيجا بدأ يكتب شي التاني يجي يقول له لا وخلاص وما عاد يصير وما عاد ننجح فالحقيقة هالأشياء الإيجابية بتضل في إلها تأثير كتير كبير على الوضع مثل ما هذا إيمان وإيمانه هو اللي أنقذه يعني كل هالأهوال اللي مرأ فيها بيقلي أشياء كتير أنا سامحيني ما بدي أحكي بيقل له والله أنا ما بدي أسمعي يعني أنا عن جد ما عد بدي أسمع عن التعذيب التعذيب خلاص عرفنا نحن بنا نعرف كيف نلتف على هالأشياء على هالحصار الخانق يلي بره ويجوه بكل محل لازم بقى نلتف عليه ونحاول أنه نطلع بأي طريقة أنا ما عد عندي شي يقوله أنتوا الله يخليكن اسمعوا مني ومن غيري وبعتولنا خطط وبعتولنا أشياء لحتى نزيعها من هذا المنبر ونوصل لناس تانين لناس إلن إلن يعني إذا أنا ما قدرت يمكن غيري يقدر يكون عنده تأثير عنده قوة تحت إيده كتيبة منوصل له هالأشياء وخلينا كلنا نتساعد لحتى نقدر ننقذ الثورة من هالأخطار اللي صارت عم تحفية من كل محل سواء من المقاتلين أو من الناس أنفسهم اللي بدوا يتخلوا عنها لحتى إن شاء الله نرجعها إلى بر الأمان لا تنسوا البريد الإلكتروني هذكركم فيك الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم